نتحول إلى أسواق المال حيث أنهت البورصة المصرية التعملات على تراجع جماعي للمؤشرات وذلك بضغط من عمليات البيع من المتعملين العرب والأجانب ليصل رأس المال السوقي إلى مستوى 742 مليار و100 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 56% ليغلق عند مستوى 11132 نقطة التراجعات امتدت أيضا إلى مؤشر EGX 70 والذي تراجع بنسبة 72% من 100% ليغلق عند مستوى 2413 نقطة كما امتدت التراجعات إلى مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 3390 نقطة